موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين أهلا بكم إلى موجز إخباري من قناة الشروق عاد إلى البلاد فجر اليوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية إلى كل من روسيا وأدربيجان أوضح مدير الإعلام برئاسة الجمهورية في تصريحات صحفية أن القيمة مركزت على قضايا شملت التعاون بين أفريقيا وروسيا في الجوانب الاقتصادية وأفاق التعاون الأفريقي الروسي في المجالات السياسية جدد رئيس الوزراء حرص السودان على تعزيز أفاق التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه نائبة لامين العام للأمم المتحدة التي أوضحت في تصريح صحفي أن لقاء تطرق لأولويات الحكومة المدنية الانتقالية والتي يأتي على رأسها إيقاف الحرب وتحقيق السلام بالبلاد مؤكدة دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات شهد نائب رئيس أركان القوات البرية لاحتفال بتخريج دورة تخطيط المهام المشتركة لمنسوبي قوات شرق أفريقيا إيساف وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تطوير الأدوار المتبادلة بين الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة والإقليم اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير نيابة العامة بالتأثير على سماع أقوال شاهدين اثنين من شهود الدفاع وقالت إن بعض الشهود تلقوا تهديدات في حال الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في القضية من بينهم الشاهد الذي حضر إلى جلسة أمس لإبلاغ المحكمة بما تعرض له من تهديدات وقال رئيس هيئة الدفاع إن القضية أوشكت على النهاية بسماع شهادة شهدين للدفاع خلال الجلسة المقبلة طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الجالية السودانية بواشنطن ببذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل والتنسيق فيما بينهم لشرح قضية السودان للكونغريس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية وأشار وزير المالية خلال الرقائم على الجالية السودانية إلى أن القرار النهائي بيد الكونغريس الأمريكي للموافقة على المبادرات التي تتخذها الإدارة والخزانة الأمريكية نهاية مجدنا مشاهدين قدمناه من قناة الشروق مزيدا من الأخبار والمعلومات دائما على موقع الشروق.net في أمان الله اشتركوا في القناة